استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية في جنوب سيناء في مختلف القطاعات وفي إطار الجهود المتوصلة لدفع عجلة التنمية في سيناء في هذه القطاعات المختلفة خاصة ما يتعلق بقطاع السياحة وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى الزيارة المرتقبة لمدينتي طابا ونويبع التي سيقوم بها رئيس الوزراء لتفقد عدد من المنشآت السياحية الجاري إنشاؤها وكذا تفقد المنطقة الحرة والميناء الجاف هذا إلى جانب عدد من المشروعات الأخرى التي تستهدف تطوير المدينتين